نظم القسم الإغاثي بهيئة علماء المسلمين محاضرة توثيقية حملت عنوان الجهود الإغاثية للقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين لعامي 2017-2018 والتي سلطت الأضواء على أبرز إنجازاته وحملاته الإنسانية في العراق كان من أولى المبادرات التي قدمها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين فتح عشرات المراكز الطبية والتي انتشرت في عموم المحافظات تقريبا ثم بعد ذلك عمل على ديمومة العمل في هذه المراكز الطبية ويقدم لها الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة شهرية ويتابع كل الاحتياجات بصورة ميدانية بعد ذلك تم بروز حالة احتياجات الناس من غياب العائد المالي الشهري للعائلة العراقية مع زمن الاحتلال ولذلك اتخذ خطوة أخرى القسم الإغاثي لكي يقدم المواد الغذائية السلطة الغذائية بحضور كامل على مدى رقعة محافظات العراق تقريبا ثم بعد ذلك صار يقدم المنح المالية لاحتياجات الناس ثم بعد ذلك صار حضوره فاعلا في جميع رقعة الساحة العراقية الحضور الفاعل كان من أبرز السمات التي تميز بها القسم الإغاثي الذي ينشئ دائما وعلى الفور خلية أزمة كبيرة لإدارة الجهود الإغاثية وتقديمها بالشكل الذي يتناسب مع ضخامة وشدة المعاناة ومستوى النازلة وظروف المأساوية التي يمر بها الشعب العراقي جاءت أيام في زمن الاحتلال أن تنتقل هناك مدن بأكملها بكل ما تتألف من العائلات تنتقل في ظرف واحد من مدينة إلى مدينة كاملة ولذلك كان القسم الإغاثي يتهيأ مباشرة وكان هناك عبارة عن غرفة عمل متنقلة تنتقل مع الظروف المأساوية التي يتعرض لها المدن وتتعرض لها العائلات في المجتمع العراقي بعدها كان يتهيأ ويهيأ خلية أزمة هذه الخلية كانت إما تجلس في أقسام الهيئة المتوزعة على محافظات العراق أو تفتح مقر لخلية الأزمة في مقر هيئة علماء المسلمين في جامع أم القرى منذ الأيام الأولى لاحتلال العراق كان وما يزال القسم الإغاثي بهيئة علماء المسلمين السباق للقيام بحملات كبيرة ومتواصلة ومتنوعة لإغاثة المهجرين قسريا والنازحين في مخيمات النزوح في مسعى يضاهي ما تقوم به كبريات المؤسسات الإغاثية العالمية